شهداء وجرحة في غرات للاحتلال الإسرائيلية على غزة ورفح الفلسطينية وارتفاع الحصيرة لأكثر من 37400 شهيد أرمينيا تعلن اعترافها رسمياً بدولة الفلسطينية وترحيب عربي بالقرار حزب الله اللبناني يشن هجوماً جوياً على موقع رأس النقورة يستهدف دباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جرينيتش نشر أخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون المصري أهلاً بكم جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عضوانه على غزة منذ السابع من أكتوبر رغم الإدانات الدولية والمطالبات بضرورة وقف إطلاق النار في المقابل تواصل مصر جهودها الدقوبة للتواصل لحل عادل وشمل للقرية الفلسطينية مع مواصلتها إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء في غزة إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول استشهدان نحو 14 فلسطينيا وأصيب العشرة بجروح في قصف إسرائيلي لوسط وشمال قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فلسطينيين استشهداء وأصيب 12 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات كما أصيب عدد آخر بجروح جراء قصف الدبابات لمواقع في مخيم المغازي والبريج وفي مدينة دير البلح استشهداء فلسطيني وأصيب آخرون بجروح جراء غارة للاحتلال استهدفت المدينة بينما استشهداء ثمانية وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة هذا وأعلنت سلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى سبعة وثلاثين ألف واربعمائة وواحد وثلاثين ألف شهيد وخمسة وثمانين ألف وستمائة وثلاثة وخمسين مصادة كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مدينة رفح الفلسطينية كما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع عناصر من حركة حماس بالمدينة وذكر الفلسطينيون أن القوات الإسرائيلية تحاول استكمال سيطرتها على مدينة رفح الفلسطينية الواقعة على الطرف الجنوبي للقطاع حيث تتوغل الدبابات الإسرائيلية في الأجزاء الغربية والشمالية من المدينة بعد أن استولت بالفعل على شرق المدينة وجنوبها ووسطها أظهرت وثائق نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أسمتها بصلاحيات قانونية إلى مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وأوضحت صحيفة الجاردين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي بيتسائيل سموتريتش مشيرة إلى تخطيط إسرائيل للبناء على 60% من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وأشارت صحيفة الجاردين إلى أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي تغطي قطاعي البناء والزراعة بسياسة وعد من لا يملك لمن لا يستحق تمضي إسرائيل دولة الاحتلال في محاولاتها الحثيثة لتمصي الهوية الفلسطينية وتغيير ملامح الضفة الغربية المحتلة عبر سياستها الاستيطانية التي تتواصل منذ عقود وتتناقل بين حكومات الاحتلال المتعاقبة وكأنها عقيدة تتوارث آخر محاولات الانقلاب الديمورافي في الضفة الغربية المحتلة تحدثت عنها صحيفة الجاردين البريطانية من خلال الكشف عن وثائق تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليه بصلاحيات قانونية إلى المستوطنين الصحيفة البريطانية أوضحت أن تلك الصلاحيات نقلت إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش مشيرة إلى أنهم مسؤولون عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة كما كشفت الوثائق أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاع البناء والزراعة كانت الجاردين قد كشفت في تقرير لها في شهر أبريل الماضي أن الحكومة الإسرائيلية سرعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة منذ بدء أحداث السابع من أكتوبر الماضي حيث تمت الموافقة على المضي قدما في أكثر من 20 مشروعا استيطانيا يضم آلاف الوحدات إذن هي محاولات لا تتوقف لاختلاع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه بل هي معركة بقاء يخوضها الاحتلال بسياسة فرض الأمر الواقع محاولات فاشلة يقودها الاحتلال منذ عقود من أجل تزييف التاريخ وقلب الحقائق لكنه يصطدم بأجيال متعاقبة من أيقونة الصمود وأصحاب الأرض أكد ريتشارد بيبر كورن مسؤول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة الصحة العالمية أن الهدنة التكتيفية اليومية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب قطاع غزة لم يكن لها أي تأثير على وصول المساعدات الإنسانية فقال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جناف إنه لم يتم ملاحظة وصول أي مساعدات إنسانية منذ هذا الإعلان الأحادي الجانب عن هذه الهدنة الفنية أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عددا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة بينما تعتمد أسر أخرى على تقاسم الطعام مع بعضها البعض أوضح مكتب الأمم المتحدة أن مئات الألاف من النازحين جنوب غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي مضيفا أنه في فترة من السابع إلى الرابع عشر من يونيو الجاري قام المكتب بتقديمات إنسانية في مواقع النزوح بدر البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفاح الفلسطينية ووجد أن الفلسطينيين يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومقتضة أكد مكتب الإعلام بمنظمة الأنروا في غزة أن المساعدات الإنسانية تدخل بكميات قليلة جدا ولا تكفي لمليوني فلسطيني في قطاع غزة وأضاف مسؤول الأنروا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع عرق إلى كثيرة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود مطالبين بضرورة سماحي بتدفق الإمدادات الإغاثية الضرورية لإغاثة المدنيين من ناحية أخرى أشارت المنظمة الأممية إلى أن نحو 600 ألف طالب حرموا من العام الدراسي لهذا العام نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة مبينة أن 280 مدرسة كانت تديرها الأنروا لم تعد تقدم خدمات تعليمية لأنها تحولت لمراكز إيواء للفلسطينيين غادر الألاف أطراف رفح الفلسطينية باتباه وسط غزة وشمالها هربا من آلة القتل الإسرائيلية وتفرد القوات الإسرائيلية حصارا على الأهالي في قطع غزة منذ أكتوبر الماضي حاملين أمتعتهم على عربات أو على ظهورهم في رحلة نزوح قسري جديدة غادر الألاف أطراف رفح الفلسطينية باتجاه وسط غزة وشمالها فارين من الموت إلى موت من نوع آخر حيث عاد الفلسطينيون إلى مناطقهم ليجدوها مدمرة بالكامل لم يتبق شيء من الذكريات سوى الأطلال وركام المنازل التي تذكرهم بأحبائهم لا مأوى لا مأكل لا مشرب أنا نزحت تقريبا خمس مرات أول ما طلعت وطلعت على الانصارات على الشارع العشرين بعدها نزحت من الانصارات على خنيونس ومن خنيونس نزحت بعدها رفح وحاليا نزحت من الرفح على ذو خنيونس من منطقة الغربية بسبب الخبط البصير حوالينا والخوف حاليا أنا موجود في منطقة خنيونس زي ما أنت شايف في متان صحرة وما فيش موجود لمية ولا أي حجة من مقيمات الحياة وتزداد ظروف النزوح سوءا مع طول أمد الحرب وتكرار الهروب من آلة القتل الإسرائيلية التي لم ترحم شيخا أو طفلا ولم تفرق بين رجل أو مرأة في ظل استخدام إسرائيل الحصار كأداة ضغط في عدوانها على غزة منذ أكتوبر الماضي وعلى عكس أقرانهم في أي مكان آخر لم تكن فترة عيد الأضحى هذا العام فرحة للعديد من سكان غزة بل كانت لحظات الحزن وألم الفقد والمعاناة من مرارة التهجير المتكرر هو المشهد المسيط حيث بات حلم كل فلسطيني خيمة تجمعه مع عائلته بعد أن فرق العدوان الإسرائيلي بدم بارد بين الأهل والأحباب ومن بين القصص والعبرات يروي إبراهيم عودة قصة نزوحه فهو أحد الناجين من الغارة الإسرائيلية في التاسع والاشين من أكتوبر الماضي التي استهدفت حية للهوى فيما استشد جميع أفراد عائلته باستثنائه واثنين من بنات أخيه أنا فاقد لعائلتي وشعوري الإنساني اللي زي شعور أي شخص أنه بحتاج لفترة طويلة لحتى أخرج من الحالة اللي مريت فيها وأطلع من الحالة اللي مريت فيها بعد فقداني لهم سواء في مرور العيد أو في كل وقت من يوم الاستشهاد لليوم مش بس في يوم العيد يعني اليوم إجا العيد آه أنه فقدتهم لأنه كنا يطلع صباح العيد وذكرياتنا وحياتنا المو يعني الخاصة غير عن أي يوم تاني لأنه عيد طبيعي كل الناس اليوم مع عائلاتهم اليوم أنا رغم رفضي لكل مشهد الخيام اللي احنا بنشوفه ولكن كان ممكن حيكون أحسن بالنسبة لي أنه لو أنا موجود أنا ويوم في الخيام زي زي هالناس كلها رغم أنه أنا رافض فكرة الخيام يعني من بشاعة ما أشاهده يوميا داخل الخيام عانى عودة من النزوح للمرة الخامسة وسط القطاع المدمر كحال مئات الآلاف من العائلات النازحة يوميا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على المناطق الماهولة بالسكان وإلى أن يتوقف العدوان ويعود الحق لأصحابه ستظل وصمة العار تلاحق جبين الإنسانية فإن تناساها الجميع فلن ينساها التاريخ أبدا إن التاريخ ستوقف طويلا أمام تلك الحرب يسجل بأساتا كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصاني أو تحقيق الأمن أعلنت أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين يرتفع بذلك عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أوضحت الخارجية الأرمينية في بيان لها أن أرمينيا انضمت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقت فوري لإطلاق النار في غزة مؤكدة حرصها على إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذا الإطار شددت أرمينيا على أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والعضوان الإسرائيلي المستمر على القطاع هو إحدى القضايا الأساسية على جدول الأعمال السياسي الدولي التي تتطلب الحل الجذري والعاجل رحبت وزارة الخارجية والمقتربين الفلسطينية بإعلان أرمينيا لاعتراف بدولة فلسطين وشدت الخارجية الفلسطينية على أنها ستستكمل العمل مع جميع الدول والمؤسسات الدولية من أجل إنهاء العضوان على الشعب الفلسطيني كما دعت الخارجية الفلسطينية دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني في دولته وعاصمتها القدس رحب البرلمان العربي بقرار أرمينيا لاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة مؤكدا أنه يعد انتصارا جديدا للقضية والدبلوماسية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وأكد البرلمان العربي أن هذا الاعتراف خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 أنا أعتقد أن هذا ستزيد عزلة الاحتلال ذلك رأينا الاحتلال مباشرة عندما يكون هناك اعتراف من أي دولة بفلسطين نرى أنه يهاجم هذه الدولة يستدعي سافيرها يرسل رسائل شديد لا يقف على ذلك يهدد بأنه كلما كان هناك اعتراف طبعا دولة بدولة فلسطين مستوطنة جديد وهذا أكد عائس المترجم الذي أصبح الآن هو بثبت الحاكم العسكر للقناة الأربية نعم أشترى الجزيل الشكر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بدمعات القدس أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثان أن وقف إطلاق النار الفوري في قطع غزة هو السبيل الوحيد للحد من التصعيد على كل الجبهات مشددا على حرصه على التوصل لاتفاق الوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الإسبانية خصي مانويل البارس أكد وزير الخارجية القطري ترحيب بلاده بانضمم إسبانيا لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واعترافها بالدولة الفلسطينية التوصل لاتفاق ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وتقوم دولة قطر حاليا بدراسة ردود جميع الأطراف والتنسيق مع شركائنا المعنيين حلال الخطوات القادمة ومع أن جهودنا المستمرة لم تفضي حتى اليوم إلى النتائج المرجوة فإننا نعول على استعداد شركائنا الإقليميين والدوليين لممارسة كافة أشكال الضغط اللازم لفرض وقف إطلاق النار والشروع فورا في عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفي هذا السياق نرحب بالجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها أسبانيا لإنهاء الحرب في غزة إذ أن موقفكم الأخلاقي معاليكم واضح في قراركم بالانضمام إلى الدعوة القضائية المقدمة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية حيث تعتبر إسبانيا أول دولة أوروبية تظهر مثل هذه الخطوة إلى جانب جهودكم الدبلوماسية للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 67 والتي تعد خطوة مهمة وتاريخية لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة من جنبه أكد وزير الخارجية الإسبانية خصي مانويل ألبارس دعم بلاده لحل الدولتين وإدانتها لأي انتهاك ضد المدنيين ورفضها تدمير المنشآت المدنية ومنع وصول المساعدات الإنسانية كما شدد وزير الخارجية الإسباني على ضرورة وقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مؤكدا أن بلاده لن تقبل العنفة والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين نتمسك باعترافنا بدولة فلسطين وإقامة دولة فلسطينية فالوضع في غزة أصبح كارثيا ويتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار وندين أي انتهاك للمدنيين ونرفض منع وصول المساعدات الإنسانية نحن لن نقبل العنفة والطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الفلسطينيين ونسعى إلى سلام مستدام عبر حل الدولتين كما أننا نطالب بإقامة مؤتمر سلام تشارك فيه جميع دول المجتمع الدولي وندين أي انتهاك للمدنيين ونرفض منع وصول المساعدات ثمنا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمي نتانياهو الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية للعمليات العسكرية الإسرائيلية قال نتانياهو إن الفيديو الذي ظهر فيه وهو ينتقد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثات مع واشنطن بدون حل للمشتلة وزعم نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين على حد قوله مؤكدا أن إسرائيل ستواصل نزع السلاح في غزة بشكل مستدام وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل على حد قوله حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إسرائيل على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب جاء ذلك خلال لقاء بلينكين مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة بهود وقف إطلاق النار في غزة حيث اعتبر بلينكين تصريحات نيتانياهو بشأن حرب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية مخيبة للأمال نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه بلاده لإسرائيل توترات لا تنتهي وأزمات متلاحقة تشهدها العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في الشهور الأخيرة وفي فصل جديد من فصول الأزمة عبر البيت الأبيض عن خيبة أمله الشديدة من الانتقادات التي وجه نيتانياهو لواشنطن واستتوتر بين الحالفين تجاه العدوان على قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد صرح بأنه على رغم تقديره للدعم الأمريكي خلال حرب غزة إلا أنه من غير المعقول بالنسبة له أن الإدارة الأمريكية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل وهي التصريحات التي اعتبرتها واشنطن مهينة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي من جانبه أكد أن تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة نظرا لحجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وستواصل تقديمه لإسرائيل على حد قوله وعلى الرغم من كون واشنطن هي الدعم العسكرية الرئيسية لإسرائيل إلا أن البيت الأبيض عبر عن استيائه في وقت سابق إذا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة كما لا يخفي الرئيس الأمريكي جو بايدن علاقته المضطربة مع نتنياه حيث أعرب مرارا وتكرارا بشكل علني عن معارضته لهجوم بري واسع في رفح الفلسطينية وهدد بوقف شحنات معينة من الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تستجب لتحذيره هي إذن حلقة جديدة من التوترات بين نتنياهو والإدارة الأمريكية تنذر بمزيد من الخلافات والأزمات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مع إصرار نتنياهو على الاستمرار في سياسته رغم انتقادات الداخل والخارج لتبقى الأيام القادمة شاهدة على ما إذا كان نتنياهو سيحاول تعديل المصار لعدم فقد دعم حليفته الأولى والوحيدة أم سيعميه الغرور كعادته ويمضي في طريق يعلم نهايته جيدا وإن أنكرها كشفت شابكة سي بي أس الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي أن الإسرائيليين لم يقتربوا بعد من تحقيق هدفهم المتمثل في تدمير حركة حماس وأرجع المسؤول الأمريكي رأيه إلى وجود المئات من عناصر حماس على قيد الحياة فضلا عن وجود أميال من الأنفاق غير المستكشفة على حد تعبيره وفي هذا الإطار أكد المسؤول الأمريكي أنه بغياب خطة إسرائيلية لليوم التالي فإن الإسراتيجية الحالية هي وصفة لحرب مستمرة اشتركوا في القناة تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ قرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعصفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشحنة الوقود المزيد يطلعنا عليه الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري بعد التحية لازلت التطورات الإنسانية لم تتغير اليوم في عدم دخول المساعدات الإنسانية من منفذ رفح البري إلى منفذ كرم أبو سالم الاحتلال الإسرائيلي منع استقبال أي مساعدات إنسانية أو حتى شحنات وقود اليوم وهذا يأتي ضمن الإجراءات التعصفية المتواصلة لدى الاحتلال الإسرائيلي في عدم إنفاذ المساعدات الإنسانية المترصة بألاف الشحنات في مدينة العريش وفي معبر رفح البري ولعلكم ترون من خلف هذه الشحنات في نقطة أخرى غير الذي كنا معكم فيها في الخدمة الإخبارية السابقة والتي يتضح من خلالها الحجم الكبير لهذه الشحنات بالتأكيد عدم دخول هذه الشحنات يفاقب الأزمات الصحية خاصة داخل قطاع غزة والتي تحدث عنها مدير مستشفى كمال عدوان بأن الاحتياجات الأساسية من المواد الجذائية والمستلزمات لم تصل إلى شمال قطاع غزة وخاصة فيما يتعلق بجذاء الأطفال لأنكم تعلمون أن هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية والذي قدر عددهم من جانب المكتب الحكومي لقطاع غزة بأن هناك أكثر من 3500 طفل يعانون من أمراض سوء التغذية بسبب نقص المكملات الجذائية والمكملات العلاجية وهنا تحدث مدير المستشفى كمال عدوان بأن المستشفى لا تستطيع أن تقدم لهؤلاء الأطفال سوى بعض المحاليل الطبية وتحدث وطالب بضرورة إدخال الوقود لتشغيل المرافق الحيوية والمولدات الكهربائية داخل المستشفيات وأيضا الاحتلال الإسرائيلي لازال يواصل التعادل بعدم دخول الإمدادات الطبية فتعلمون في الماضي قام بعودة إحدى الشاحنات التي تحمل بعض الأدوية لعلاج أكثر من 10 ألاف طفل داخل قطاع غزة أيضا لازالت العمليات العسكرية مستمرة في مدينة رفح الفلسطينية بقصف عدد من المناطق السكانية في غرب ووسط مدينة رفح وتسمع دوية هذه الانفجارات وأيضا تصعد أعمدة الدخان بشكل كثيف داخل مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية وربما يعني الهدنة التكتيكية التي تم الإعلان عنها هي الوقف المساعدات الإنسانية وليس الوقف العمليات الجزئية داخل مدينة رفح الفلسطينية وبالتأكيد الجهود المصرية متواصلة ولن تتوقف في التواصل مع كل الأطراف للوصول إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة وإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش عن قلقه إزاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبنانية وشدد جوتاريش على أن العالم لا يمكنه تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله أعلن حزب الله اللبناني شن هجوم جوي بسرب من المسيرات على موقع رأس النقور البحري مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي ما أصفر عن إصابات مؤكدة وتدمير جزء من الموقع أوضح حزب الله اللبناني أن ذلك الهجوم جاء ردا على الاحتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية في دير كيفا كما أعلن حزب الله استهدافهم موقع الرمثة في تلال قفار شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية يأتي ذلك فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة هورا بين دير ميماس وكفار كيلة التصعيد المتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل ينظر بسيناريوهات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في المنطقة لا سيما مع توعد إسرائيل بمواجهة حزب الله بتوغل بري وهجوم جوي على لبنان كرد على الهجوم الذي شنه حزب الله بترسانة من السواريخ ومع تصاعد احتمال تحول النزاع القائم بين الجانبين إلى حرب شاملة تتلاشى احتمالات التوصل إلى اتفاق للتهدئة بحسب تقارير نشرتها الشبكة سي إن إن الأمريكية والتي كشفت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة عزمها نقل مزيد من العتاد العسكري من جنوب قطاع غزة إلى الحدود الشمالية مع لبنان استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله ولكن هؤلاء المسؤولين أشاروا في تصريحات للشبكة الأمريكية أيضا إلى مخاوف أمريكية من عدم قدرة القبة الحديدية في إسرائيل على التصدي للترسانة الضخمة التي يمتلكها حزب الله من السواريخ والطائرات المسيرة في حالة نشوب حرب بين الجانبين وتوقع مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية نفذ ذخرة بعض البطاريات الخاصة بأنظمة القبة الحديدية فيما صرح مسؤول إسرائيلية بأن هذا قد يحدث فقط إذا نفذ حزب الله هجوما واسع النطاق باستخدام أسلحة موجهة بدقة وهو ما قد يشكل تحديا حقيقيا لنظام القبة الحديدية المخاوف الأمريكية الإسرائيلية جاءت بعد قيام حزب الله اللبناني بنشر مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تضرب وتلحق أضرارا ببطارية القبة الحديدية في قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل وذكرت حينها الصحافة الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى المواسطقة التي يتم فيها ضرب النظام بنجاح وفي محاولة لاحتواء طيش حليفتها إسرائيل أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مسؤولين إسرائيليين بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب الدائرة بالأساس في غزة في المقابل أكد حزب الله اللبناني أنه سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد أو صقف على حد تعبيره في حال اندلاع حرب كبرى مع إسرائيل متواعداً الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات واسعة النطاق بأسلحة وعتاد لن يصمد أمامها طويلاً أكد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت على ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها جاء ذلك في كلمة الأمين العام لجماعة الدول العربية خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الفيديو كونفرنس والمنعقدة برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس جمهورية أوغاندا ورئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي هذا وشارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سكرتير تنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها موسيقى بوتين يحذر الغرب ويؤكد أن موسكو ستطور ترسنتها النووية للحفاظ على توازن القوى في العالم اشهد الرئيس الأوكراني فولاديمير زلانسكي بقرار دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق مفاوضات ضمام أوكرانيا وملدوفا إلى تكاتل الأوروبي واصفا للإجراء بأنه خطوة تاريخية وقال زلانسكي إنه يتطلع إلى بدء عملية التفاوض بشكل فعال الأسبوع المقبل كانت بلجيكا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا قد أكدت أن سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين اتفقوا على إطار التفاوض مشيرة إلى أن المفاوضات ستنطلق رسميا الثلاثاء المقبل قال الرئيس الروسي فولاديمير بوتين إن موسكو ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية وهي الأكبر في العالم كوسيلة ردع جاء ذلك في تصريحات أدل بها بوتين في الكريملين خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات وأوضح الرئيس الروسي أن بلاده تعتزم تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة طواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 2254 منفذ على مستوى الجمهورية كما تقوم منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بطرح عبوات بأسعار مخفضة بنسبة 50% عبر منافذها الثابتة والمتحركة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد والمستمر اعتبارا من الأول من يونيو لمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير غذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 40% فخورين بالمشاركة في المرحلة رقم 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والمبادرة موفرة أصناف كتيرة بأسعار مميزة وأسعار مخفضة زي الأصناف الاستراتيجية وأصناف الأدوات المنزلية عليها عروض قوية جدا وأصناف الأغذية التسجة نفس الشيء عليها عروض قوية جدا مبادرة كلنا واحد فعلا من السلعة متوفرة متوفرة بأسعار أقل بكتير من الموجودة برا وهي دي اللي احنا محتاجينه فعلا لأ يا كل حاجة طبعا متوفرة بأسعار كويسة حسن الميزانية معي لأ فرائد جامد بالخصم اللي موجود تشهد هذه المرحلة مشاركة واسعة من السلاسل التجارية والأسواق التجارية الكبرى وموردين لحوم وخضروات وفاكهة وتجار جملة وتجزئة لضمان وفرة معروض عبر 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية كما أن البعض منهم يشارك للمرة الأولى استنادا إلى نجاحات المبادرة في دعم المواطنين في مراحلها السابقة مازالت الوفرة موجودة ومازالت الحاجة موجودة الرز السكر المكارونات الزيت نزلت أسعارها حلوة لا المبادرة فايداني أنا وفايدة ناس كتير أنا منسح كل الناس طبعا أن هي تتجل الأماكن اللي فيها المبادرة اللي لها المنتجات متوفرة وبسيارة مخفض يقدروا يشتروا حاجات البيت ومتطلباتهم جودة عالية تتميز بها السلع المشاركة في المبادرة فرلا عن أسعارها المخفضة عن مثيلتها بالأسواق متاحة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى والشوادر الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت لسهولة وصول المواطنين إليها بقى لي أكثر من سنتين بنزل هنا كل أسبوع أو عشر تيام أشري كل احتياجات البيت الأسعار معقولة جدا جدا وأقل من أي مكان تاني الأسعار فرق جدا أنا بقدر أنوع الأنواع السلع عن بره بقدر أجيب حاجات كده ما بقلهاش بره ساعة فبصراحة نحب أن نشكر سيارة الرئيس على المجهود المبزول لنا والشعب وده إحساس منه بالشعب فعلا شكرين جدا كما تواصل منظومة أمان وتزامنا مع المبادرة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وقوافل السيارات على مستوى الجمهورية وكذا توفير عبوات تحتوي سلع غذائية بتخفضات تصل نسبتها إلى 50% مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر ولكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاة شعبه وقيادة وشرطة إحنا وكل فر ونشكر السيد عفتاح السيسي على زين المبادرة إن هي بتعاقب بتساعد الفقرة وبتساعد المحتاجين فإحنا عاوزين المبادرة دي بزيادة يا كارتون الله حلوة ربنا خلنا الرئيس تحيى مصر حيى مصر حيى مصر تستمر مبادرة كلنا واحد في دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم من منطلق المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية قام وفد من الكنسولية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفاقدية لعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للاطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها وكشفت البعثة الطبية المصرية أن الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات بمكة المكرمة وصل عددهم حاليا 163 وحالتهم مستقرة على خلفية إصابة وأفات العديد من الحالات خلال تواجد ضيوف الرحمن لأداء المناسك بمشعرية عرفات ومنى بسبب ارتفاع درجة الحرارة والذي يعد معظم من الحجاج غير النظاميين أصحاب الزيارات الموسمية قام وفد من الكنسولية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية برئاسة دكتور عمر رشيد رئيس البعثة بجولة تفاقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة والتي يحجز بها العديد من الحجاج المصريين للإتمئنان عليهم والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم نبتدينا الزيارات الميدانية لإتمئنان على المصريين المنوامين داخل المستشفيات الحمد لله الأمور طيبة بالنسبة لكل الناس المنوامة فيه جهود مبدولة من الحنصلية المصرية جهود مبدولة من الصحة السعودية جهود مبدولة من البعثة الطبية وطبعا كل ده عشان يتم الإتمئنان على كافة المصريين الموجودين داخل المستشفيات معظم الحالات المنوامة داخل المستشفى بقالها تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة الحالات كلها الحمد لله بتتمثل للشفاة فيه حالات كتير الحمد لله اكتب لها خروج وتخرج النهاردة فيه حالات ما زالت تحت الفحص والإعلاج الطبي والحمد لله الجهود مستمرة وإن شاء الله كل الحجاج يخرجوا وكل المصريين يكونوا بسلام بإذن الله الحقيقة يعني لدينا جهود كبيرة من التنسلية المصرية هنا الدكتور عمرو كان حريص جدا على جميع الحجاج المصريين الزيارات مستمرة لتنال على جميع الحجاج المصريين الحمد لله هم يلقوا كل الرعاية الطبية فهذا فضل من الله ونعمة ونشكر الله على أن يسر لنا خدمة حجاج بيت الله الخروج حجاج المصريين هنا يلقوا جميع الدعم وجميع الإمكانيات هنا مصخرة لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام الحجاج المصريين الآن يتمتعوا بصحة وعافية تم الاتمئنان عليهم من بعثة الحجة المصرية ويلقوا جميع الرعاية الممكنة المقدمة لجميع الحجاج ما يقرب من 300 حالة محتجزة بمستشفية مكة المكرمة معظم تلك الحالات هم أصحاب الزيارات الموسمية يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالة مستقرة ويتم خروجهم امتباعا بعد اتمام خطة علاجهم مرين على مجمع مالك عبدالله الطبي مرين على مستشفى النور مرين على مستشفى المالك عبدالعزيز حقيقة كل مستشفى فيها عدد من المرضى المحجوزين الغالبين العظمى المرضى المحجوزين هم من بعد الحج مرحلة من بعد الحج يعني بقا لهم يومين وتلاتة اغلب كل المرضى الحمد لله ما عندناش حالات خطيرة خالص احنا مرينا عليهم وتابعنا حالاتهم حالة حالة اغلب المرضى بيبقى مرضى عندهم اجهات حراري عندهم ضربة شمس في بعض المرضى طبعا من التابعية عندهم سكر او ضغط فريق المرور خاص بالمستشفيات الحمد لله متابع حالة حالة وبينزي يمر عليهم مرتين يوميا لمتابعتهم متابعة استخراج اي اوراق محتاجينها لانهاء لمتابعة الحالة جدا المريض راح اضر النسك ورجع تاني وفي المستشفى فده رفع روحهم معنوية جدا جدا بوض المضلية وطرقة تبزل على مدار السعب المستشفيات السعودية لعلاج وانقاذ حياة ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لاتمام شفائهم وعودتهم سالمين غانمين لارض الوطن محمد حلبي التلفزيون المصري في اطار استعدادات الدولة لانتلاقي ماراث امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي في المواد المضافة للمجموع والتي تستهل غدا السبت بامتحان اللغات العربية اعلنت وزارة التربية والتعليم اتخاذ جميع الاجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية مشددة على عدم تأخر دخول الطلاب الى اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لانهاء اجراءات التفتيش كما وجهت وزارة التربية والتعليم بعدم تأخير تسلم الطلاب اوراق الاسئلة عن المواد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا مع تخاذ جميع الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكترونية وتسليمها للجهات المعنية كما جددت الوزارة التأكيد على تنفيذ جميع اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي اجهزة الالكترونية هذا وطالبت الوزارة الطلاب بالالتزام بالاجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص شاهدت شواطئ مدينة رأس البر اقبالا كبيرا من المواطنين خلال اجازة عيد الاطحى هربا من موجة الحر الشديدة التي تشدها البلاد يأتي اليها زوار من كل المحافظات واستعدت المدينة بتواقم انقاذ وفرق اسعاف تعمل من اول ضوء للشمس وسط استعدادات مكثفة لمجلس المدينة بتجهيز الشاطئ وتسوية الرمال واطلاق الخدمات الشاطئية من خيام لتجميع الاطفال التائهين ونقاط الاسعاف ومنطقة المعدات والابراج وفرق الانقاذ رأس البر منطقة هادية وفي متناول الجميع اسواء على اتم الاستعداد الفران على اتم الاستعداد كل شيء في رأس البر منطقة السادة المصطفين في رأس كل زوار مصر يقولنا رأس البر ان شاء الله بس يا فينا جميل جدا جدا وراس البر حلوة قوي قوي وانا دايما باجي المكان ده بالضبط خدمة الناس هنا الناس هنا بتخدم الناس كويس اي وناس محترمة كل حاجة متوفرة فاوية فعلا من انضف الشواطئ اللي موجودة في البحر المتوسط كلها ويعني والله والناس بالنصراحة بتقبلنا اللي احنا نجي هنا كل سنة راس البر من احلى الاماكن باجيها من زمان قوي من اكتر من 25 سنة البحر واللسان بالليل وشارع السوق والقعدة بالليل على الكافتريات وحاجة جميلة ومن اجمل المصايف اللي الواحد بيجيها ومن اجمل الشواطئ والناس على الشواطئ هنا جميلة وننتقل الان لمتابعة اهم واخر الانباء الاقتصادية في هذه النشرة التفاصيل مع رجاء رمزي تفضل شكرا جزيلا 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 جميلة شكرا لكي ليلا وشاهدين اخبار المال والعمال نتابعوا هواياكم في هذه الوقفة الاقتصادية تنفيذا لأتوجهات الرئاسية بتسهيل وميكانة الاجراءات لتحفيز الاستثمار اكدت الحكومة انه يجرى العمل حاليا للانتهاء مما يكنت منظومة المقاصة ما بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الدولة واضافت الحكومة انه سيتم التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشأة المالية لتنفيذ هذه المنظومة الالكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين واضحت الحكومة ان تلك الخطوة تستهدف تبسيط وميكانة المعاملات المالية الحكومية للتيصير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة وتسريع وطيرة الاجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد نقصة 45 يوما بالاضافة الى سداد دعم المصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع انشطتهم الانتاجية والتصدرية في مصر أعلنت الحكومة عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة موديل السنة بأقل من أسعار السوق وبالتقصيد على سبعة أو عشرة سنوات للمستفدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات منذ انطلاقها في مارس 2021 وحتى الآن بدلا من عرباتهم المتقادمة التي مر عليها 20 عاما فأكثر أوضحت الحكومة أن الخزانة العامة للدولة تحملت 718 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات التي حصل أصحابها أيضا على تسهيلات ائتمانية من خلال البنوك المشاركة تتمثل تلك التسهيلات في سعر فائدة 3 بالمئة عائد سنوي مقطوع وتسهيلات في تكلفة وثيقتين التأمين على الحياة والسيارة فضلا عن وثيقة تأمين إضافية مجانا تغطي الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه وإلى أسواق البترول العالمية حيث تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات مع انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة بلغة فاصل 18 في المئة مسجلة 81 دولار 14 سنة للبرميل فيما انخفضت العقود الأجلة أيضا لخام غرب تيكسس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغة فاصل 15 في المئة مسجلة 85 دولار 58 سنة للبرميل في المقابل زادت أسعار المزوط عالميا بنسبة بلغة فاصل 17 في المئة مسجلة دولارين 2 أربعة وخمسين سنة وذلك للتر فيما أيضا قفزت أسعار الغاز الطبعي بنسبة بلغة فاصل 51 في المئة مسجلة دولارين 2 أثنين خمسة وسبعين سنة وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفعت وردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوخ عند 2.1 مليون برميل يوميا في مايو وذلك بفعل انخفاض طلب من الصين ارتفعت حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إلى ما يقرب من 41 بيئة المئة الشهر الماضي انخفضت امدادات الهند من السعودية إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بعد أن رفعت الرياض أسعارها لأشهر الثاني في مايو أغلق سوق الأسهم في الإمارات على ارتفاع مدعومتين بمكاسب واسعة النطاق مع تسجيل مؤشر دبي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وانتعش مؤشر دبي بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة ليغلق مرتفعا عند فاصل ستة بيئة المئة مع صعودي جميع أسهم الشركات المدرجات يعلي ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة بلغة فاصل سبعة بيئة المئة بعد أن تكبد خسائر في الجلسة السابقة على مدى الأسبوع ارتفع المؤشر بنسبة بلغة فاصل تسعة بالمئة تبط نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو في يونيو بعد أن سجل قطاع الصناعات أكبر تراجعين له في ستة أشهر سجل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو خمسين فاصل ثمانية نقاط متراجعا عن اثنين وخمسين فاصل اثنين نقطة والمسجلة في مايو في أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر فيما انخفض من نشاط التصنيع إلى ستة واربعين نقطة في يونيو من تسعة واربعين فاصل ثلاثة الشهر السابق مشاهدين لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا لإلهام وليلة فإليكم بكرا لك رجل وصلنا مشاهدين إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفتير بأبرز ما جاء بها من أخبار شهداء وجرحة في غيرات للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح الفلسطينية وارتفاع الحصيلة لأكثر من سبعة وثلاثين ألف وأربعمائة شهيد أرمينيا تعلن اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وترحيب عربي بالقرار حزب الله اللبنانية شنوا هجوماً جوياً على موقع رأس النقورة يستهدف ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلية لختام العنوين نصل معكم لختام نشرة السادسة شكراً للمتابعة وضمتوا في أبال الله اشتركوا في القناة